واخدين بالكم يا أهل الخير يسوع صاحب الوصية نفسه لم يستطيع أن يطبق هذه الوصية لأنها وصية ظالمة ومجحفة وصية خنوع وذل وهوان وصغار ولذلك إبراهيم عيسى لو واحد ضربه بالألم على خد الشمال هيعمل إيه؟ هل إبراهيم عيسى أبو حملات هيقدم له خده الثاني زي ما جاء في الوصية؟ عين في عينك كده إبراهيم عيسى؟ بصوا بقى يا جماعة المصيبة اللي جاية دي ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك أيضاً خلي بالك فيه رداء اللي هو اللبس الخارجي زي العباية كده وفيه ثوب اللي هو اللبس الداخلي اللي بتلبس تحت الرداء النص بيقولك لما واحد يجي يأخذ منك الرداء بتاعك ما تمنعوش الثوب بتاعك طيب مين النهارده يقدر يطبق النص ده؟ يعني إنت يا إبراهيم عيسى دلوقتي لو واحد جاي يأخذ منك حملاتك هتعمل إيه؟ طبعاً إنت يا إبراهيم مش محتاجة تدينه ثوبك الداخلي لأن بنترونك هيقع لو وديته الحملات صح ولا غلط؟ وفي الحالة دي بنترونك نفسه يا إبراهيم هيكون في خطر أنا عن نفسي لو واحد جاي يأخذ مني ردائي هتديله في سنانه طيب يا أستاذ وحيد لما واحد يجي يأخذ منك ردائك وواحد تاني يقولك لا تمنعه ثوبك أيضاً الشخص ده نقول عنه إيه؟ دائما مخبول مصطول مش أخذ باله خرج عن استيعابه طبعاً بنشكر الأستاذ وحيد على حسن تعاونه معنا طيب تقدر يا إبراهيم يا عيسى تطبق النص ده؟ لو واحد جاي يأخذ منك أميسك هل ممكن تديله بانطلونك؟ طبعاً لازم يأخذ الأميس بالحملات أنا لن أتنازل أبداً عن حملات إبراهيم عيسى هل أنت يا إبراهيم تقدر تطبق النص ده؟ لا يمكن تطبقه صح؟ عشان ده ضد الفطرة طيب ليه بتقول نستلهم النصوص دي بقى؟ أكاد أقطع لأن أنا في حاجة ماسة إلى أن نستلهم هذه المعاني وهذه التعاليم لأن أنا أبعد ما نكون عنها الآن بعد كده إبراهيم يا ريت تتأكد من الكلام قبل ما تقوله لو سمحت النص اللي بعده يقول وكل من سألك فأعطه ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه ده اللي هو إزاي يعني؟ الكلام ده تشريع صريح لتضييع الحقوق بين الناس إزاي الشخص اللي يأخذ حقي أنا ما طلبوش بيه؟ إحنا مفروض كده نقفل بقى المحاكم ونقفل جميع المراكز الأمنية والشرطة خلاص من أخذ الذي لك فلا تطالبه إزاي واحد يأخذ حقي وأنا أسكت وما طلبوش بيه؟ إزاي دين يعلمني أسيب حقي للناس؟ شو الفرق يا أخي في التشريع بين دين الإسلام العظيم الذي أتى بحفظ الحقوق لأصحابها وعدم التعدي عليها وهذا الدين؟ بل إن من مقصد الشريعة الخمسة حفظ المال دين عظيم يوافق الفطرة السليمة الرجل بيسأل سدن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ واحد جاي عايز ياخد مني فلوسي أعمل إيه؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تعطيه مالك شوف السؤال قال الرجل أرأيت إن قاتلني؟ يعني الرجل ده عايحاربني عشان ياخد فلوسي قال الرسول صلى الله عليه وسلم قاتله حربه فقال الرجل أرأيت إن قتلني طب فرد بقى الرجل المقرم ده أتلني وأنا بحربه قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنت شهيد فقال الرجل أرأيت إن قتلته لو أنا بقى اللي انتصرت عليه وأتلته قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار دين الإسلام العظيم دين العزة والكرامة لا يسمح لك أن تعيش ذليلا وضيعا مهانا منهوب الحقوق مش تقول لي ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه ده أنا أطلبه وطلب اللي يتشدد له كمان أصلا النصارى نفسهم مش بيطبقوا الوصايا دي أصلا عارفين لي يا جماعة لأن دي وصية ضد الفطرة البشرية السليمة مفيش حد أصلا من النصارى بيعمل كده النصارى نفسهم لا يطبقون هذه الوصايا عايزين تعرفوا إيه الوصايا بقى اللي طبقها النصارى بحسب تاريخ النصرانية الإجرامي الأسود في سفر حسقيال 9-6 النص بيقول اعبروا في المدينة وراءه واضربوا لا تشفق أعينكم ولا تعفوا بص المصيبة اللي جاية دي الشيخة والشابة والعذراء